كتير في التعليقات بيقولي يا عم موسعد الطربة بتاعتك دي فيها حاجة احنا مش عارفينها ايه السر فيها عم ولا سر ولا حاج تعاوا نقولك احلى طربة تعرف تعملها بأحلى خالطة تطلع لك العفريك لا زرق كمان مش تطلع لك بزرق تعاوا نقولك بس يريد بقى قبل ما نبدأ واقولك يريد طبعا تعمل لايك المتين وطبعا تدعمنا بالشير ولو حضرتك او حضرتك مش مشتركة بالقناة يريدت يا جماعة نشترك في القناة ويريد بقى نفعل زر الجرس وتعالى بقى اقولك نعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا زي ما تعودنا لا يحلى الكلام الا بذكر المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام طبعا التربة دي اي تربة تزرع فيها لازم يتحقق فيها حاجتين دي المعادلة بتاعت اي تربة تزرع فيها اولا تبقى خفيفة جهد السر والحاجة التانية تبقى غنية بالعناصر الغزائية يعني طبعا العناصر الغزائية اللي هي المعادل اللي هي هيتغزة عليها النباك او اللي محتاجها النباك او العناصر اللي محتاجها النباك طيب التربة اللي احنا بنعملها دي بنعملها ازاي أول مكون في التربة دي اللي هو أوراج شجر جفة بس أنا أبعطهاش كده بصراحة بقوم جايب ما نخل زي ده كده وأقوم حاطت مثلا في حدود عيار مصر أهو أهو كده وأقوم ناكله فيها كده طبعا نخلطه هو الشوية اللي نزلوا دول يعني تقريبا كده يعملوا عيار تقريبا يعملوا عيار زي ده كده يعني لو جمعتهم هو بس بصوا بقى بعد ما تنخل بتبقى ازاي أهو تقريبا كده عملوا عيار يعني هناخد عيار أوراق شجر جفة أو مفروكة كده أنت ممكن تفروكة بإيدك بس الأفضل بمنخل طيب الشوية بقى دول كده اللي احنا نضيفهم على التربة طب الشوية دول انت بترميهم على المسعد لما برموهمش دول بقى في الآخر كده هقولك بقى يا حبيب عمك هنعمل بيوم إيه عشان دول ليهم فايدة برضو قولنا بقى مش هنرمي إحنا حاجة طب بعد كده يا عم مسعد احنا عطينا أوراق الشجر هوا بقوم واخد بعد كده عيار بيتموس خلاصنا من دي ناخد بقى عيار بيتموس طبعا البيتموس اللي هو الناس بتسميه التربة الصناعية أو التربة الجهزة هناخد بس عيار منه اهو عيار كده ونقوم حطينه وبعد كده بحط عيار فرمي كومبوس طبعا بصوا بقى جماعة الفرمي كومبوس ده ده أنا عندي مزرعة الدود تحت ده طبعا أنا واخده من الدود اللي أنا مربيه تحت يعني اهو زي ما انتوا شايفين كده باخد أنا بقى مخلفات الدود دي أنا برميله طبعا مخلفات المطبخ وقوم واخد الفرمي اللي بيطلع منه ده الفرمي ده بقى جماعة حاجة عظمة 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 ده ينفع طربة لوحده بس طبعا هيبقى مكلف فأنا بضيف منه عيار واحد بس على الطربة لكن طبعا هو ينفع طربة لوحده ممتأ مش ممتازة فوق الممتازة احسن طبعا من البيتموس ده كمان يعني طربة غنية جدا 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 حاجة فوق العظمة يعني او خدنا عيار فرن وبعد كده باخد الاصل بقى اللي هو الطربة المحلية اللي عندك انت ماس عندك طربة حمرة طربة صفرة طربة طينية زي اللي عندنا في مصر كده بقوم طبعا واخد منها عيارين لان دي الاساس بقى اهو كده باخد عيارين او هدي عيار وااخد العيار التاني وهدي العيار التاني طبعا انت عاش تشغل بعيار اكبر من ده اصغر من ده مش مهم المهمة ده المقدور يعني وطبعا احنا منعيرش دهب يعني زياد شوية نش شوية عاد يعني بعد كده بقوم واخد عليه عيار الرمل بس الرمل ده بقى قبل ما بخلطه بالطربة عشان طبعا الرمل ده سواء جايم السحر او جايم البحر كده كده فيه املاح فالافضل والاحسن ان انا بقوم واخده كده واقوم جايم اي مصفة قديمة عندك وتقوم حططها وتحتها جردل وبعد كده بعد مملاكة ده تقوم فتعه للماء بس وتسيب الماء عليه شوية كده طبعا تسيب الماء الماء هتاخد الاملاح اللي فيه وهتقوم نزلة انت تقوم تستنى بقى نستنى شوية بعد الماء ما تنزل خالص من المصفة خلاص هياخدت الملح ونزلت خلاص كده بقى رملة نظيفة تقوم واخدها وتبقى بالشكل ده بقوم واخد منها عيار اهو هو عيار واحد طبعا دي مخسولة اهو وبعد كده بقوم جايم طبعا لازم كنبس يعني لازم حاجة بقى اللي هيتغزع لها الجدوء اللي هو السماج البلدي طبعا ده انا عامله بقى في البيت سماج البلدي ده باخد منه عيار طب انت عامل ده ازاي عم موسعد انا كنت عملت فيديو قبل كده يا جماعة عليه بس ده سماج اه مش حيواني بس ده حيواني على نباتي بقى انا بعمله ازاي بقوم جايب اول حاجة مخلفات المطبخ دي بقوم نقعها الاول كده يومين ثلاثة في شوق بكتيريا عشان اقوم واخدها بعد كده هي اليابس بتاعها المية طبعا بتاعتها دي باخدها على انها شيكم بسط اليابس ده بقوم واخده وبعد كده قوم جايب شو هتزيب لحمام زي دول كده وقوم كاميرهم في جردل زي ده كده وقوم حططهم على بعض وجبسوا كويس وقوم قفلها واسيبوا بقى رشاشوا بكتيريا واسيبوا مثلا بقى يعني ممكن شهرين ثلاثة خمسة لغاية محتاجوا بس طبعا لو انا رشش بكتيريا هو هيبقى كده في خلال ثلاثة اربعة عشرة مش انا رشش بكتيريا اقل حاجة مع سنة عشان متحكش على بعض يعني وبعد كده بعد ما بكموروا كده بقوم مطلقهم فردوا في الشمس واقوم نخلوا خلاص بيبقى بالشكل ده كده يع بصوا بيبقى زي زي طراب ولا يبقى في ريحة ولا في اي حاجة طبعا بعد كده بقوم جايب بقى شوية فحمة مجروش بصوا يا معنى احلى وانضف حاجة في الشتاء هو طبعا الفحم الفحم ده حتى احنا في البيت في البيوت يعني لو التلاجة فيها ريحة ولا حاجة بيجيب حتة فحمة لهم حططها طبعا الفحم ده مضد سموم ومضد فطري وبياخد اي ريحة مش كويسة في الطربة لها ريحة الكمبوست يعني لما بيشم المياه بيبقى لها ريحة هي بياخد طبعا الراحة دي كلها اهو شوية فحمة مجروش كده اهو قدي الفحمة المجروش اهو بقوم واخد منه تقريبا كده نص عيار ما كترش منه طبعا ليه بقى ما كترش منه احنا قلنا طبعا هو يقديل على كل الفطريات والبكتيريا اللي موجودة فكده كده هيقضي طبعا على لو في بكتيريا نفعة برضو هو مش هيميز بقى هياخد ده وده ونص عيار بس عشان كده لما باجي اعمل الطربة دي اول حاجة بعملها بعد النبتة او بعد النبتة ما تتم اسبوع او عشرة ايام بقوم رويها باسمد الخميرة عشان طبعا اكون بكتيريا نفعة جديدة في الطربة بعد طبعا ما الفحم ده خلاص هو موت كل البكتيريا والفطريات وبعد كده حطينا بقى الليلة دي كلها ونقوم مقلبينها بقى فرقنا كده تاكل بقى مع بعضها اهو اقسم بالله جماعة طبعا دي حاجة فوق العظمة ومتهيقل يعني الزرعة ولا البزرة اللي مش هتمش فيها والله ما يبقى عندها دم ده احنا ده اللي عناها دلع السنين دي يعني طربة بسكوية طربة بسكوية ايه احنا بقى انت كده عملت اللي عليك ازرع بقى وتوكل على الله خلاص انت دي كده بقنا ضمنين طربة خفيفة تماما هي جيدة الصرف وفي نفس الوقت فيها بقى العناصر الغذائية اللازمة طبعا احنا عطينا وراي الشجر دي وراي الشجر دي يا طبعا فيها كم يعني لبأسة به يعني من الكربون والنيتروجين وفي نفس الوقت هحطينا الكمبوست بقى والكمبوست فيه طبعا كل العناصر علوة بقى على ان الفيرمي اللي تحطي ده بقولوك يا جماعة الفيرمي ده ينفع تربة تربة لوحدة لكن طبعا يبقى مكلف لانه طبعا الكيلو دلوقتي يعني فيه ناس بتبيعوا من 10 جنيه وغاية 15 جنيه يعني انضف حاجة فيه بسرعة بيبقى 15 جنيه بس هو تربة فوق الممتازة فوق الممتازة فطبعا لو فيه امكانيات طبعا هزرع فيه واحد بس طبعا شا هزرع فيه واحد وده ده بقى يعني طلع لك الحاجة الباشا يعني حاجة بقى مفيهاش كلام ولا كلمة يعني خلاص كده عم مسعد خلاص عملناه ايه الجنسة كلها مع بعض طبعا لما جاء زرع بقى اي اسسيس مثلا وليكن الاسسيس الصغير ده او الاسسيس ده مثلا يعني مثلا هقوم جايب التربة الصخرية دي اللي ايه شوية حصل على شوية زلط واقوم حطتهم تحت عشان طبعا ادي فرصة للتصريب ده ما يتسدش اهو اهو حطتهم كده ينفع طبعا موسعد ده احطوا على التربة لا املوش لازمة هو اتحطوا تحت بس شوية كده وبعد كده الخشن بقى ده اللي اعنا عملناه ده اللي طلع مننا هقوم حطت شوية منه كده تحت كده لغاية مثلا مثلا يعني ايه اقل من ربع القصيز بشوية واقوم مكمله بقى تربة بس وتروي يا باشا وتزرع وهتبقى تربة فوق العشر على العشر يعني اظن كده بقى انت دلعت الزرع قوي قوي وما عندوش حاجة بقى مانا بقولك لو ما طلعيتش ما عنداش دم تنفع بقى التربة دي اولا تبدر فيها يعني تزرع فيها المزور وينفع تعمل فيها العقل وينفع تزرع فيها عادي انا بزرع فيها كل ده وكمان باشكل فيها وكمان اي حاجة عندي بقى هوية دي ما فيش حاجة اسمها تربة هاقمل فيها كذا وتربة هاقم فيها كذا هي كلها هي نفس ده ياريت طبعا في النهاية نكون فدنا حضراتكم بحاجة جديدة ونكون طبعا خفافة على قلبكم وقبل طبعا ما نختم قبل اللايك وقبل الشير ياريت طبعا دعوة لإخواتنا سواء بقى في السودان او في لبنان او فلسطين او سوريا او العراق او اليمن لان الدنيا بقت بايزة اوي يعني بزرط اكتر من اللازم بجد اكتر من لازم يعني خلاص يعني فالمهم ربنا يكون في عون الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة